أهلاً طلابي الأعزاء طلبة وطلبات الصف الثالث السنوي أتعلمي الزراعي أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة في بيتنا ومدرسة أهلاً طلابي الأعزاء طلبة وطلبات الصف الثالث الثالث السنوي التعليم الزراعي النهاردة هناخد يونت 11 ويونت 12 يعني آخر 2 يونت في المنهج إن شاء الله لأن بعد كده وبالمناسبة لينوت والف ده مراجعة عامة وبعد كده الحلقة اللي بعد كده إن شاء الله بإذن الله برضو هتبقى مراجعة عامة لأن طبعاً الامتحانات على الأبواب وما فيش الأقام قليلة This is Mr. Mحمد الفرارجي أنا Mr. Mحمد الفرارجي وإن شاء الله بإذن الله تكون الحلقة جميلة وتعجبكم وتنفعكم كده في الامتحان إن شاء الله وبالتوفيق والنجاح اتفضلوا حرككم معي إن شاء الله نشوف معنا إيه معنا حاجات كتير جداً We have a variety of topics I hope that it will be informative and beneficial Let's get started يلا نبدأ زي ما قلتلكو حبيبي إن إحنا ناخد يونت 11 ويونت 11 ده بعنوان ancient medicine Ancient medicine يعني الدواء في ancient يعني القديم وزي كان في الوصول القديمة وزي كان بيستخدم الدواء ويونت 12 برضو هناخد زي ما قلتلكو هناخد revision Let's see في الأول طبعا بنبدأ زي العادة بالفكاب بس first let's let me tell you زي خلويني أقولكو إن شاء الله الأهداف الدرس بتاعنا اللي إحنا ناخد طبعا ancient medicine زي ما قلتلكو We two هناخد medicinal herbs يعني الأعشاب الطبية medicinal دي برضو صفة زي medical بالزبط نفس المعنى وهناخد بقى في الغرامة بتاعنا first conditional يعني الحالة الشرطية الأولى ودنون يعني هنراجع عليها لأن المفروض إحنا ناخدناها قبل كده we four هناخد second conditional من F برضو الحالة الشرطية التانية we expressing hypothecizing hypothecizing يعني الإفتراط ده طبعا في language function طيب نبدأ بقى في new vocabulary الكلمات الجديدة هنبدأ بكلمة disease disease بقى معناها حبيبي طبعا أنا فشثة مع الناس كتير خامنوا معناها a disorder of structure or function in a human animal or plant يعني اضطراب في وظيفة من وظائف مثلا الجسم عنده أو الأنسجة عنده human الإنسان animal أو الحيوان أو plant يعني النبات في synonyms synonyms يعني مراضفات لكلمة disease اهي بقى الكلمات اللي بتسوي disease عندنا ailment ailment يعني مرض وعندنا illness برضو بتسوي disease مرض وعندنا sickness طيب معايا في الدرس ده مذكور بعض الأمراض اهي هي بقى اللي مذكورة في الدرس اه في هدك اه اي مرض او كلمة في اخيرها هدك هدك يعني ألم اك اللي هو السافكس اللي هو اه 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 اله ما تنطعش معناها ألم فيه وبيتدل على مرض يعني هدك معناها ألم في الرأس زي ما نقولي اللي هو الصدع وفي عندنا toothic tooth الواحدة معناها سنع toothic معناها ألم في الأسنان وفي عندنا stomachic stomach معناها stomach يعني المعدة يعني ألم في المعدة بتسوي stomach trouble برضو دي اه دي ال disease أمراض وليسه برضو فيه أمراض عندنا في نفس الدرس هنتناولها اه امتدادا لل diseases اه في عندنا احنا نقولنا disease يعني مرض طبعا اه في flu flu يعني انفلونزا وفي sprained ankle sprained ankle يعني كاح القدم ملتوي يعني الواحد مثلا بيبقى يقع على رجلية أو بطريقة خطأ بوضع خطأ بيقولك مثلا ودي بتبع عندي اه sports men sports person يعني الأشخاص الرياضيين بقولك أنا عندي sprained ankle يعني كاح الملتوي وفي عندنا rheumatism rheumatism اللي احنا عارفون طبعا المرض الرومatism التهاب المفاصل اه او طوارم العضلات طيب طيب فيه برضو insomnia دام الأمراض اللي عندنا insomnia معناها اللي هو مرض الارق او السهاد او عدم inability to sleep inability to sleep يعني عدم القدرة على النوم inability معناها عدم القدرة على طيب وفيه عندنا skin disease skin disease يعني مرض جلدي وطبعا كلمة insomnia ايوه اسمها insomnia معناها ارق عدم القدرة على النوم تاني طيب آه swelling زي ما احنا شايفين في الصورة دي swelling بقى معناها ايه ايوه an abnormal enlargement of a part of the body an abnormal enlargement enlargement يعني طورم او تضخم abnormal عكس normal normal يعني طبيعي abnormal يعني غير طبيعي enlargement تضخم غير طبيعي of a part of the body في جزء من اجزاء الجسم اللي هو التورم يبقى swelling حبابي معناها طورم اوكي طيب بدي inflammation inflammation ايوه معناه ايزا ما احنا شايفه في الصورة كده اللي هو الالتهاب اللي هو physical condition كده وصورهم بيتضخم وهو بترتفع درجة حرارته and often painful ويبقى مؤلم طبعا لما يبقى واحد عنده التهاب especially as reaction to injury or infection وخصوصا بيبقى رد فعل reaction to injury يحدث نتيجة او رد فعل لما يبقى عندك injury جرح او اصابة او infection يعني عدوى طيب alleviate alleviate معناها بتساوي relieve alleviate معناها relieve طبعا معناها زي ما انت عارفين اللي هي يخفف اللي هو make suffering deficiency or a problem less severe اللي انت بتخلي suffering يعني المعاناة deficiencies يعني القصور في شاء الماء or a problem مشكلة less severe حتى في بنتكلم عن مشكلة to alleviate it معناها يخفف او relieve يخفف المعاناة او يخفف المعاناة او مرض for example ايسا بمثال اما نقول he couldn't prevent his pain يعني مش قادر يمنع الألم قلني اللي قدر يعمله alleviate it alleviate يعني alleviate معناها قادر يخفف طيب enhance enhance معناها increase or further improve the quality or value or extent of something يعني زيادة او تحسين quality جودة او جودة الشيء او متى التساع وانتشاره enhance طبعا معناها كده عرفته خمنته من التعريف معناها يحسن او يعزز for example عسى بالمثال puzzle نبات puzzle هنشوف الوقت هنالفكرة هنتناول الدرس ده في اسماء العشاب وهنتناولها بالتفصيل وفي معلومات جميلة جدا معنا درس شايق جدا ومعلومات غزيرة اللي هي فيها ناخد العشاب وكل عجب وفايدته وصحته للجسم منهم puzzle puzzle enhances the digestion and it is an aid for indigestion يعني بات البازل ده enhances بيعزز the digestion digestion زي اللو الهضم and it is an aid for indigestion عكس digestion الهضم indigestion اللي هو عسر الهضم وبيساعد في حالات عسر الهضم طيب في sedative sedative ده برضو من الدواء اللي احنا هنتناولو sedative معناها promoting calm or including sleep معناها مهدئ او منوم يبع مهدئ sedative وتيجي برضو معناها منوم the seeds have a sedative effect يعني برضو seeds معناها بعض بزر نباتات لها sedative effect يعني تأثير منوم طب stimulate stimulate كverb معناها raise level of physiological or nervous activity in the body or any biological system اللي هو يرفع معدل of physiological or nervous activity يعني النشاط اللي هو physiological يعني جسماني ونервوس العصبي يرفع معدل النشاط العصبي والجسماني in the body واي biological system يعني نظام biology معناها يحفز to stimulate معناها يحفز زي ما قلت زي الدكتور give him herbs to stimulate the appetite اللي يعني الطبيب give him herbs ده له طبعا أعشاب to stimulate عشان يحفز زي appetite ينشط أو يحفز appetite appetite معناها الشهية يبقى stimulate طب tonic tonic معناها طبعا مقوي أو منشط عام a tonic is a medicine that makes you feel stronger يعني التونك ده المنشط أو المقوي هو دواء بيخليك feel stronger yeah stronger يعني تشعر بالقوة وhealthier وأكثر صحة and less tired وأقل تعبا for example زي ما نقول مثلا she sometimes takes a tonic before lunch she sometimes takes a tonic before lunch يعني أحيانا بتاخد المقوي دوت أو المنشط أو دواء منشط before lunch يعني قبل الغداء شوف الكلمة التانية gargle 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 ممكن تيجي كنون أو verb gargle معناها washing one's mouth and throat with liquid kept in motion by exhaling through it طبعا عرفنا طبعا اللي احنا washing one's mouth اللي بنخسل به طبعا الفام هيبقى ايه طبعا and throat throat يعني الحلقة أو الزور with liquid بيسائل kept in motion وطبعا بيفضل بنخليه في حركة كده ده في الحلقة أو الزور والزافير من خلاله طبعا اللي هو الغرغرة كاسم و كفعل معناه يغرغر بالماء يعني ما اقولك هنا جايك كاسم حبيبي ولا فعل كفعل ولا اسم طبعا هنا بعد بعد الفعل طبعا لانه دي pronoun subject pronoun طبعا هتبقى هنا فعل يعني هو بيغرغر لانه عنده throat دي طبعا من امراض اللي احنا قلناها معناها التهاف في الحلق أو التهاف في الزور اوكي older زي ما قلتلكم بقى حبيبي هناخد انواع كتير من النباتات والاعشاب وهناخد وظيفتها وازاي تبقى مفيدة للصحة وازاي تعمل منها مادسين وكيف استخدمها القدماء كوسائل طبية اول حاجة النبات ده اسمه older يعني شو بقى معناها older ايه يعني نبات واسعة الانتشار توزية يعني زي ما شافين كده في الصورة tooth leaves يعني اوراق leaves يعني اوراق شغل يعني مسننة كده او مدببة يبقى ده اسمه بقى جار الماء ده بقى اسمه جار الماء بالانجليش معناها older ما شوفها زي ما شوفها في الامتحان كده خلي بقى كو older older liquid يعني لو ده منه تعمل بودرة او تنشف وطحن كده have been used as a tonic ممكن يستخدم كتونك تونك بقى معناها ايه زي ما احنا اتفقنا مع بعض برافو عليكم ايوه سمعت اخدناها في الكلمات الجديدة برافو عليكم تونك يعني مقوي او منشط منشط طيب نشوف النباتة اللي بعد كده تفضلوا بعي اه اكيشا 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 لها اسمي تاني النبتة ديت اسمها برضو Egyptian thorn Egyptian thorn يعني الشوكة المصرية الثورني معناها شوكة ماشي يعني اه طبعا هو وصف هنا ايه ليه اه الشجرة اسمها اكيشا اللي هي ايوه بالعربي زي ما نقول اللي طبعا كلكم عارفينها اما اقول اسمها بالعربي اسمها الاكاسيا بالعربي بس بالانجل اسمها اكيشا بس ماش اكاسيا يعني في نازل بتنطب بالانجلز اكاسيا برضو ده غلط ماشي طب اه تعريف بقى ان النبتة دي او الشجرة دي يعني شجرة بتنمو يعني في المناخ الدافئ وبتحمل ده يعني عناقيد من يلو يعني الزهور بتاعتها بتبقى لابيض لاصفر ودائما بتبقى بها اشواك زي ما قولك زي جم جم يعني المرهم بتاعه او ساعة جم بها بتبقى اللي بانة بتاعتها من الشجرة دي او لو تعمل المرهم مثلا او الصبغ بتكون ايه بقى بتستخدم ايه كما نعالج بها يعني يعني طبقة يعني مهدئة ويكوتنج طبعا طبقة مهدئة وواقية اما نحطها على وقلنا طبعا وقلنا معناها برافو الالتهابات طيب نشوف بقى الشجرة او النبات اللي بعد كده اللي بعد اولدر اه اكيشا اه اه ده بقى النبات مشهور جدا جدا وانتو عرفتمو الصورة وبتستخدموه على طول كل موجود في كل بيت عندنا مصري ده انس انس خليبا لكم مش انس اسمو انس اه اللي هو من معناه بقى ايوه قريب يعني بنطب العربي اللي هو يانسون يانسون وطبع الاستخدامات وفايدة كبيرة جدا هناخد تعريفه معناه بقى يعني نبات زهري كده يعني زو ظهور خصوصا بيبقى موجود في منطقة البحر المتوسط وانس يعني ليه بزهور لها ريحة قوية وكذلك طعم قوي it's used in cooking وبيستخدم الانس اللي يانسون يعني في الطبيق and herbal medicine وكعشب medicine اه عشب طبي for example انس helps اه اه عفوا انس helps digestion improves appetite and alleviate nausea يعني بقى انس اللي هو اللي يانسون بيساعد على اه عملية digestion طبعا انتعرفتوها الهضم امبروف وبيحسن ابتايت ابي طب بالحرسن الشهية وياليفيت واخدنا اليفيت من الافعال معناها بقى فكروني ايوها بيخفف nausea nausea اللي هي الغثيان اوكي طيب نشوف النبات اللي بعد كده basil 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 لو نبات الريحان الريحان مو يلك الريحان يعني طبعا ده an aromatic animal herb يعني عشب موسمي aromatic او سنوي يعني aromatic يعني لي ريحة اوكي of the mint يعني النعناع يعني ريحان ده برضو من عائلة نبتة النعناع mint يعني نعناع native to tropical Asia يعني يعني هو طبعا موجود او اصله في tropical Asia في قرية في منطقة اسيا الاستوائية tropical يعني استوائية طب for example على سبيل مثال يعني بيستخدم او بيساعد stomach هنا بيساعد stomach cramps يعني تقلصات المعدة vomiting يعني التقيق في حال تقيق برضو بيخفف ريحان and constipation constipation يعني الامساك في حالات الامساك فده نبات اللي طبعا استخدمها كتير جدا النبتة دي اسمها طبعا chamomile yes chamomile yes it's chamomile اللي هو الكاموميل نبتة الكاموميل دي an aromatic European plant of the daisy family من عائلة daisy يعني نبات الاقحوان with white and yellow flowers وفيها طبعا دي نبات زهري white and yellow flowers بينبت فيه ظهور white بيضاء ويالو صفراء it's good for cold كويس طبعا اللي هي نزاة البرد flu and fever fever يعني الحمى او ارتفاع دارة الحرارة it aids headaches بتساعد في حالات بيساعد في حالات headaches قلنا الصدا and rheumatism اوكي اسمه برضو نبات البابونج طيب نيجل garlic 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 كلكم عارفين طبعا مصورة لانه موجود في كل بيت عندنا اللي هو التوم طبعا it is small white bulb round bulb of a plant that is related to the onion plant طبعا ليه اتصال البصالة بتاعته بتبقى لونها بلبي معناها اللبقة والبصالة بتاعته بتبقى مستديرة وليه علاقة طبعا بزي البصل كده garlic has a very strong smell يعني ليه ريحة قوية جدا نفاذة وكذلك طعم قوي وبيستخدم طبعا في الطبيق شو بقى استخدامه مهم جدا يعني يعني طبعا مضاد حيوي معناها طبيعي وهو برضو بيحمي الجسم من معناها العدوى او الامراض يبقى زيز garlic طيب النبات بقى coriander 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 is a plant with seeds as spice and leaves that are used as a herb يعني coriander ده طبعا نبات الكسبرة وده plant نبات with seeds الليها بزور as spice بتوستردام spice يعني spices زي البوهار كده and leaves الورا بتاع that are used as a herb والورا بتاعه انه بده بيستخدم herb كعشاب coriander can be applied externally for rheumatism and painful joints يعني coriander بقى ما بنستخدمه كعلاج بيستخدم ايه can be applied externally يعني خارجيا ظهريا في امراض مع rheumatism and painful joints والمفاصل او الم او التهاب المفاصل فده استخدام نابتة coriander اللي هي الكسبرة طيب نجي بعد كده طبعا ده زي ما انتوا عارفين وانا قلت طبعا احنا الحالة بتاعتنا هتتضمن في مراجعات وتدريب على items بتاع الامتحان ده برضو سؤال من انواع الاسئلة اللي هيدينا يعني ست جمل وهيطلب من حضراتكم اللي انتوا بفراغات طبعا وهيدينا فيها سبع كلمات وهنملة ست جمل بكلمة من الليستة ديت اه أنا مديكم طبعا زي ما شافينا على الشاشة الليستة بتاعت الكلمات وهعرض لكم ست جمل وطبعا دي كلام الكلمات اللي هن لسه عرضها عليكم الوقت يا حبيبي ايه يا بقى نرجع لهم تاني سيداتفز وانا سيداتفز بقى معناها ايه برافو عليكم منوم او مهدأ انسومنيا انسومنيا اللي هو الارق ريليف ريليف كفاعلة معناها يخفف طب ستيميولايت ستيميولايت يعزز يحفز سبيشيس سبيشيس يعني مكان واسع او رحب سويلنج سويلنج اللي هو طورم وطونيك طونيك بعناها مقويا نشوف اول جملة احنا قلنا هي تعرى لنا ست جمل وهنملاها بالكلمات دي الجملة نمبر وان اي هافنت فلتويل ريسنتلي اي هافنت فلتويل لما تقول لها ده انا ايه حاسس اللي انا مش كويس يعني عيان ريسنتلي مؤخرا اي تينك يعني انا اعتقد انا محتاج ايه بقى ايوه انا واحد تعبان يبقى محتاج ايه مقوي او منشط اللي هو يبقى برافو عليكم يبقى تونيك يبقى الحال اي هافنت فلتويل ريسنتلي اي تينك اي نيد اتونيك يعني مش حاسس اللي انا كويس تعبان يعني انا عايز نيد اتونيك يعني منشط او مقوي عام يبقى الكلمة حطناها في الليست في اول جملة اللي هي تونيك اوكي اي وز بتن باي ان انسكت and now اي هاف سبيس in my arm اي وز بتن يعني اتلادخت باي ان انسكت ان انسكت معنى حشرة and now اي هاف سبيس in my arm يعني الوقت يبقى عندي اتلادخت وعايز اقول في ايه في ادراعي يعني هنقول فيه مثلا اكيد طورم في ادراعي ايه بقى حباب اللي معنى كلمة ورم او طورم اللي هي برافا لك سويلنج سويلنج معنى هورم او طورم يبقى الاجابة i was bitten by an insect and now i have سويلنج in my arm ثري the doctor give me some space to help me sleep better the doctor give me some space to help me sleep better يعني الدكتور اعطاني بعض ايه عشان يساعدني اللي ننام احسن طبعا ها يديني مهدئ او منوم اللي احنا قلناها من الكلمة اللي قلناها او الحلقة اللي هي برافا عليك sedatives 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 يعني مهدئات او منومات طيب نشوف كده ده تلق جمل نشوف بقى التلق جمل التانين احنا قلناهم ستة جمل very good four paracetamol طبعا تعرفين ده دوه طبعا اسمه paracetamol كلكوا عارفينه it's just to space pain بيشتخدم لإيه بقى ايوه الparacetamol اما الدكتور بيوصفه بيستخدم طبعا لتخفيف الألم وتخفيف معناها relieve relieve يعني يخفف very good يبقى relieve pain معناه يخفف الألم five fertilizers is just to space the growth of crops fertilizers fertilizers اللي هي الأسمدة is just two بتستخدم the growth of crops بتستخدم في ايه بقى بالنسبة لنمو والمحاصيل طبعا الأسمدة بتستخدم في تحسين أو تعزيز أو تقويت نمو المحاصيل يبقى اللي معناه يحفز كده أو يعزز very good يبقى stimulate stimulate يبقى fertilizer is used to السمات بيستخدم stimulate the growth of crops ok يبقى stimulate معناها يحفز أو يعزز طب 6 I can't sleep properly at night I have space I can't sleep properly at night يعني مش قدر أنام كويس يعني أو على نحو اللائق ليلا I have إيه اللي عنده طبعا اللي عنده نقص أو أرق أو سوات زي ما قلنا أو عدم قدرة على النوم اللي هو مرض أخدناه طبعا وقدمنا في الحلاء اللي هو insomnia insomnia يعني عندي أرق أو عدم القدرة على النوم يبقى I can't آخر جملة المرة 6 الحال insomnia يبقى I can't sleep properly at night I have insomnia أرق أوكي let's turn كده الإكسرسيز دوت خلص طب نيجي بقى للقطع بقى حبيبي والقطع دي طبعا نجزب نقولها لأن هي متضمنة اللي موجودة عندكم في الدرس وطبعا القطع سؤال مهمي جدا في الامتحان لأن طبعا القطع هيبقى عليها دي عليها عشر درجات وطبعا هيبقى في عندك ثري open ended questions يعني أسئلة مفتوحة ماشي وعادية وعندنا برضو ثري دي طبعا أسئلة أولية ثري open ended questions عليها درجتين يعني ستة درجات الأسئلة العادية وفيه ثلاثة أسئلة MCQ questions يعني اختيار من متعدد دي كل واحدة درجة يبقى تبقى عليها سوريا عليها تسعة درجات فنشوف بقى القطع بتاعتنا nowadays يعني هذه الأيام when people think of medicine أما الناس كده بيجي في دماغها أو بنتكلم على أو بتفكر في medicine الدواء they think of strile strile معناه factors يعني طبعا بتيجي سرة الدواء مقصود بيجي في دماغ أو بيورد على ذهن الناس اللي هو طبعا بيجي في دماغهم factors مصانع معقمة making modern drugs بتعمل modern drugs يعني عقاقير حديثة أو أدوية حديثة to cure diseases cure diseases لكي تعالج الأمراض in fact up till now بس في الواقع up till the 19th century لحد قرن 19 plants and herbs النباتات و herbs اللي هي العشاب were the only things capable of curing man's ailment النباتات والأعشاب كان هي الشيء الوحيد اللي كان قادر على علاج man's ailments man ailments أن ailments معناها disease يعني أمراض من هنا معناها الإنسان أمراض الإنسان أو البشر they continue to be important to people يعني الأعشاب دي استمرت اللي هي تبقى important مهمة جدا للناس that don't have access to modern medicine اللي هي ما تقدرش تتوصل to modern medicines زي المناطق البدائية يعني الأدوية الحديثة and modern medicines rely on the same ingredients ومش غير كده كمان إن المodern medicines اللي هي الأدوية الحديثة rely on rely on معناها تعتمد على أو ترتكز على the same ingredients هي نفس المكونات بتاعة الأعشاب whether natural or synthetic سواء الأعشاب دي natural أو الأدوية دي بتعتمد على الأعشاب سواء هي natural or يعني أدوية معمولة من حاجات natural طبيعية or synthetic يعني صناعية أو تركبية even now حتى الآن one third of drugs one third يعني tilt tholus يعني drugs tilt العقاقير contain plant extracts تحتوي على مستخلصات من النباتات and another third we tilt التاني contain compounds drive it from plants يعني مركبات وديت مستخلصة أو جايبينها من plants plants النباتات that means that the most of the modern day medicine ده يعني يبقى يعني معظم حتى معظم modern day medicine أدوية الحديثة rely on بتعتمد على plants and herbs بتعتمد على plants قلنا بلانس اللي هي نباتات وherbs اللي هي أيوة يعني الأعشاب طبعا تكملت القطعة if the active principles of synthetic drugs are so important and can be found in many يعني طبعا لو أسو الصناعية الأدوية اللي هي synthetic يعني اللي هي التركبية أو الصناعية مهمة كده and they can be found in many plants وبنلاقيها في نباتات and herbs والأعشاب cheaply and easily bought ودي طبعا النباتات والأعشاب بتبقى cheaply وإزلي بنشتريها بسعر خيص وإزلي بسهولة why not use them لما نستخدمش النباتات دي والأعشاب if taken in the appropriate وبأخص على الأخص لو هي أخدناها in the appropriate dose and form يعني appropriate يعني مناسب dose معناها بالجرعة يعني لو أخدناها بجرعة مناسبة أو ملأمة وform وي بشكلها السليم they can be as effective as pharmaceutical drugs ممكن تبقى فعالة زي العققير اللي هي مصنعة أو من اللي بتعملها الشركات طيب دي حبيبي الوقتي الأسئلة دي القطع وطبعا أنا قررت القطع كده عشان حلق بس أنا طبعا دايما بقول إن القطع ما تتقرش أول حاجة إحنا طبعا أما تيجي القطع في الامتحان بنرى الأول الأسئلة بنزل الأسئلة نقراها وبنعمل ليه بقى الأسئلة بالأول لا إن طبعا الأسئلة بتعرفنا شخصيات أو أما بنقرأ الأسئلة بتعرفنا أحداث information معلومات في القطع قبل ما نقرأها فأنت بتتوقع بقى أن ترى القطع من الأسئلة أنت تقرأ إيه بعد ما بتخلص الأسئلة كلها سواء open-ended question الأسئلة اللي هي العادية أو multiple questions يعني الأسئلة اللي هي الاختياري MCQ question طبعا بتطلع وتقرأ القطع الرأة الأولانية بتقرأتها تمرض الرأة الأولانية بتعمل skimming يعني بتقرأ القطع بسرعة كده عشان تعرف general idea يعني الفكرة السيئة أو العامة بتاعت القطع وبعد كده بنعمل scanning يعني عشان نقرأ four details details يعني التفاصيل البسيطة في القطع والأرية التالتة طبعا عشان تطلع الأفكار بتاعتك وتطلع الحلوة طب نيجي بقى نشوف عشان نحل القطع دي بسرعة كده first question what do people think when medicine is mentioned nowadays يعني الناس بتعتقد ايه ماذا مالذي يعتقدوه الناس when عندما medicine is mentioned nowadays أما بيتم ذكر الايه الأدوية طبعا قبلي طبعا بنحل بنرجع تاني للقطع ما بنحلش جزافة ولا بالذكرة كده هنعمل hyperlink كده بنرجع للقطع بتاعتنا آه فين بقى الحل طبعا بنشوف الكلمات المرتبطة عندنا في السؤال قالك nowadays when people think أو ده اللي كان مكتوف في السؤال يبقى نروح وندور عليها بفهم طبعا when people think of medicine they think of estrile factories يعني مصانع معقمة making modern drugs to cure diseases بتعمل modern drugs يعني عقاقير أو أدوية حديثة عشان cure diseases عشان cure diseases يعني تعالج الأمراض يبقى نرجع للسؤال بتاعنا يبقى الحل بتاعنا أهوت يبقى ناس بتفكر فيه أول ما يتم ذكر الدواء يبقى what do people think when medicine is mentioned mention يعني ذكر الدواء الدواء ما بيذكر nowadays هذه الأيام nowadays when people think of medicine هذه الأيام أما الناس بيذكروا الدواء they think of estrile factories مصانع معقمة making modern drugs بتعمل عقاقير حديثة to cure diseases عشان تشفي الأمراض طيب نشوف السؤال اللي بقى كده question number two how can plants and herbs be as effective as synthetic drugs يعني إزاي بقى السؤال بها معناها كيفة كيفة تستطيع plants and herbs العجاب be as effective as تبقى بنفس الفعلية as synthetic drugs زي العقاقير أو الأدوية الصناعية نرجع برضو بهايبرلين كده لقطع عشان نعرف الإجابة اوكي اه إزاي بقى تبقى النباتات والأعشاب في فعالية العقاقير أو الأدوية الصناعية if taken in the appropriate dose and form لو إحنا خدناها in the appropriate dose and form يعني بالجرعة الملائمة والشكل الملائم بتاعها اوكي يبقى دي الأنصر بتاعتنا اهو الإجابة if taken in the appropriate dose and form اوكي اه السؤال نمبر ثري طبعا هو مش كل ممكن الأسئلة بتاعت القطع مش كلها اللي هي بتيجي مباشرة طبعا اه من القطع ممكن أسئلة بتاعتمد على critical thinking ممكن استنباط واستنتاج ورأيك الخاص زي السؤال ده وممكن مثلا يجي كلمة اه يحط كلمة تحتها في القطع عشان يقص فاهمك للقطع ويقولك الكلمة دي بتدل عليها أو بتشرق لعيه للقطع اه when you get ill اما بتاعي او تمرد do you prefer taking herbs or synthetic medicine why يعني اما بتتعب او اما بتاعي اه بتفضل بقى ده طبعا اه ده رأيك الشخص يعني تاخد أعشاب ولا synthetic medicine يا دواء اه صناعي وليه بقى طبعا الإجابة دي مش كلها في القطع لان هي تعتمد على رأيك الخاص يعني it's up to you يعني اه ممكن تقول انا بفضل اه انا بفضل لا ناخد الاعشاب اه اي اي انا بفضل انا اخد الدواء المصنع اه وتقول طبعا الاسباب هتقول مثلا herbs 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 are healthier to body الاعشاب مسلا هي صحية لجسم اكتر طيب اه نيجي بقى تلتة سئلة التانية اللي هو ده true or false هاجيلكوا اه صحة وغلط مش هتبقى اختيارات وده طبعا هيبقى اه بالنسبة لكو اه اسهل طبعا اه كاتب بقى In the past, plants and herbs were the only things capable of curing man's ailment. يعني في الماضي, plants and herbs يعني نباتات والأعشاب were the only things هي الأشياء الوحيدة اللي capable of كان قادرة على curing man's ailment. يعني الشفاء الأمراض للإنسان. طبعا العبارة دي صحيحة وأنها في القطع كان زمان بيستخدموا النباتات والأعشاب. بيبقى it's true. True يعني صحيحة. Question number two, five sorry. Modern medicines don't rely on natural herbs and some plants. Modern medicines يعني الأدوية الحديثة don't rely on ما بتعتمدش على natural herbs يعني الأعشاب الطبيعية and some plants وبعض النباتات. العبارة دي صحة ولا غلط. قلنا العكس. إحنا قلنا modern medicines. الأدوية الحديثة بتعتمد على rely on herbs and plants. يبقى العبارة دي خطأ. لأن معنى الصحة والعكس. Okay. Most of the modern day medicines rely on plants and herbs. العكس بها most معظم modern day medicine أدوية الحديثة rely on تعتمد على plants and herbs. إن نباتات والأعشاب طبعا دي true يعني عبارة صحيحة. دي كانت القطعة. وكان سؤال مهم جدا. طيب تعب بقى نخشي في grammar. grammar طبعا إحنا عندينا في grammar قاعدة مشهورة جدا ومهمة جدا. اللي هي if conditional of if. قاعدة if. وif معناها لو أو إذا. طبعا اللي هي قاعدة الشرطية. إذا مناخد كده في اللغة العربية. if طبعا لازم تتبعها to closest يعني عبارتين. اللي عبارة الأونية عبارة فعل الشرط. ولا عبارة تانية عبارة جواب الشرط. وإحنا خذنا قبل كده الحالة الأولى من if. the first conditional. وإن الحالة الأولى دي بتعبر على expectation or prediction. توقع أو تنبؤ. لشيء محتمل كبير جدا. لإحتمال كبير اللي هيحصل في future. أو in the present time. زي ما جاء أقول لك مثلا. if you hurry up. you will catch the train. مثلا. لو أنت أسرات ممكن تلحق بالقطار. if you study hard. you will pass the exam. if you study hard. you will get the full mark. لو ذكرت بجد هجيب الدرجة النهائية. يبقى متعبر عن شيء محتمل كبير اللي هو يحدث في in the future. يبقى دي الحالة الأولى اللي احنا قلناها قبل كده. وناخد بعدها على طول الحالة التانية اللي هي جديدة في درس النهار ده. تفضلوا معنا نشوف حالة if وهديكم بعض الإجزامبل عشان نعمل إفاليوشن. تقييم ليكم بقى في الأخير والتسببت في النغنى كده. طيب. إحنا قلنا the first conditional من if. الحالة الشرطية الأولى. if طبعا معناها بالأرابيك لو أو إذا. وقلنا الحالة الشرطية. we use the first conditional when we talk about future situation. أما بنتكلم على مواقف في المستقبل. we believe are real. نعتقد دي مواقف هتبع حقيقية أو إلى حد كبير هتحصل. our thing is that might happen or wishes. أو حاجات ممكن تحدث في المستقبل or wishes يعني أمنيات أمنيات. هنشوف تكوني الحالة الأولى. عندنا إجزامبل اهو. if you are late. أنا أستعرى الإجزامبل بقى. الإجزامبل ده احنا خدناه قبل كده. وإنتوا بقى هنستنتج تكوين if A. if you are late. you will miss the first lesson. if you are late. you will miss the first lesson. يبقى بقى الحالة دي الحالة الأولى. شفتوا بقى التكوين بتاعها إيه؟ عندنا بعد if فهو اللي بالأصفر دي. you are. are دي في ال present ولا past. أيوة في زمن ال present مضرع بسيط. جيبنا في النص التاني الجملة إيه؟ اللي هي جملة جواب الشرط will miss. يبقى will و miss هنا في المصدر. يبقى الحالة الشرطية الأولى من if تكوينها زي ما احنا شايفين if present symbol يعني if ما يجي بعدها present symbol مضرع بسيطة حبايبي بنجيب في الجملة التانية will والمصدر. will والمصدر. ممكن will على طول ممكن will أو أي فعل model verb in the present فعل ناقص زي ما بنقول في المضرع. زي ما ممكن نجيب مثلا shall أو can or may ماشي بس will بتجي بأكتر حاجة. يبقى الحالة الشرطية الأولى تاني if مضرع بسيط will والمصدر. if مضرع بسيط will والمصدر. for example على حسين المثال you will miss the pass if you are late for school. طيب المثال ده هو نفس المثال الفوق. بس أنا عايز أقول لكم ان طبعا ان if ممكن تيجي في أول الجملة زي المثال الفوق وممكن تيجي في النص زي المثال اللي هو تحت خالص زي ما هنشافين وطبعا ما بتفرقش كتير. لو if جات في النص بينجيب بعدها مضرع بسيط حتى if جاء بعدها آرة هو طب وولو المصدر تيجي قبلها بقى تيجي قبل if زي الجملة الأخيرة ديت آخر جملة you will miss the pass if you are late for school. يعني هيفوتك الأوتوبيس if you are late for school لو انت تأخرت عن المدرسة. دقيقة اكس طب the first conditional if الحالة الشرطية من if تانى If you take an aspirin you will feel bitter if you take an aspirin you will feel bitter أدي if ودي take وفي جملة التانية will or muster يعني لو انت خدت aspirin هتحسن يعني حالتك هتحسن طبعا دي حالة اا الاولى لان عندنا f مضرع بسيط take وعندنا will والمصدر وبتعبر عن شيء انت متوقع لا يحدث بشكل كبير لو انت خدت اسبرين هتتحسن فدي طبعا الحالة الاولى برضو تكوين تاني عشان نحفظها بقى present symbol بس المرات دي نجاب لكم f في النص وانا انا قلت لو f جاد في النص زي التكوين ده اللي انت شايفينه دوت برضو ييجي سوري ييجي بعدها مضرع بسيط وقابلها will والمصدر زي الجملة دي لتحت you won't be healthy if you don't take vitamins يعني مش هتبقى هو جائب لها won't do won't do نفي if وبعدها present symbol don't take بس ده don't طبعا ده مضرع بسيط بس في النفي طيب second conditional بقى الحالة الشرطية التانية الحالة الشرطية التانية ده هو الدرس بتاعنا النهاردة الحالة الشرطية التانية بتعبر عن حدث بقى غير الحالة الشرطية الاولى خالص الحالة الشرطية التانية بتعبر عن حدث غير محتمل الوقوع في الوقت الحالي يعني او موقف خيالي او تخيله اختخيولي في imaginary situation in the present time في الوقت الحالي وساعة الحالة الشرطية التانية دي بتعبر عن النصيحة يبقى second unreal conditional is used يعني بنسميها يبقى يشوف الحالة الشرطية unreal يعني غير حقيقية اللي انت بتفترض مواقف غير حقيقية is used to talk about what you would generally do in imaginary situation يعني بتتكلم على ايه اللي انت تعمله عموما in imaginary in imaginary situations في المواقف in imaginary situations sorry في المواقف التخيلية زي تكوينها طبعا عايزكم طبعا نستشفى او نخمن تكوين بتاعها if I had more money I would travel around the world if I had more money I would travel around the world يعني لو انا معايا فلوس كتير I would travel around the world هسافر حول العالم ده معناه شخص معهوش فلوس للأسف ومش عارف يسافر حول العالم فده مواقف افتراضي زي ما اقول if I were a millionaire لو انا مليونير I would buy a palace for example يعني هاشتشري بالاس يعني أسر أو a villa طبعا ده اللي بيقوله شخص مش مليونير وبيتمنه هذه الأمنية فالحالة الشرطية التانية بتعبر عن حدث أو تخيل حدث غير افتراضي أو غير حقيقي أو غير واقعي في in the present time في الوقت الحالي زي ما اقول لك if I were a bird if I were a bird لو انا طائر طبعا مش طائر I would fly كنت أطير فطبعا دي تخيلية أو حالات افتراضية غير واقعية في الوقت الحالي وزي ما قلتلكم برضو ان الحالة الشرطية التانية ممكن تعبر على advice advice يعني النصيحة يعمل لك if I were you اما تنصح واحد شايفه تعبان if I were you لو انا مكانك I would go to the doctor كنت هروح I would go to the doctor كنت هروح اشوف الدكتور او هروح اكشف عند الدكتور طيب نشوف كده for more examples امثلة تانية if تكونا طبعا قلنا يجي بعدها دي الحالة الشرطية التانية pass symbol الحالة الشرطية الاولى ما if يجي بعدها present symbol دي بقى ايه لو if جاب بعدها pass symbol pass symbol يعني ماضي بسيط يبقى الحالة الشرطية التانية لو if جاب بعدها ماضي بسيط نجيب ايه بقى would والمصدر very good would والمصدر الحالة الاولى كنت بنجيب will والمصدر في جواب الشرط التانية بنجيب would والمصدر اوكي for example هسأل المثال طبعا انا جاب f هنا في النص لان انا قلت f ممكن تيجي في النص برضو لو جات في النص يجي بعدها الماضي البسيط بقى ماشي ويقابلها would والمصدر I would travel around the world اهو would جات قبل f ان f هنا جات في النص I would travel around the world if I had more money يعني هسافر حول العالم نفس المثال الفوق بس هنا would جات قبل if لان if جات في النص if I had more money يعني كنت هسافر حول العالم لو انا امتلك المزيد من المال يبقى دي الحالة الشرطية التانية اللي بيتقول ايه برافو if ماضي بسيط would والمصدر او في النص يجي قبلها الماضي بسيط وبعدها would والمصدر اوكي مثال if I were a bird if I were a bird لو انا طائر I would fly high in the sky افترض طبعا مثل غير حقيقي انت بتفترض لو انا طائر I would fly كنت طرت high in the sky يعني عليا في السماء حالة الشرطية التانية لاني ده موقف خيالي تخيلي غير واقع يبقى if اهو اه دي جات في النص هوت بس would جات قبل if والباس ويجي بعدها ماضي بسيط يبقى if يجي بعدها ماضي بسيط would دي جات قبل if زي المسالة تحت نبوص المسالة تحت I would play basketball يعني اهو قبل if would play basketball if I were taller يعني انا هلعب بسكتبول لو انا كنت taller يعني اطول فطبعا هنا واحد ده معناه اللي بتكلم ده واحد مش طويل قصير فبيتمنى يعني انا كنت هلعب بسكتبول كرت السلة لو انا كنت اطول ده معناه اللي شخص مش طويل وكان بيتمنى هزي الامنية يبقى if ما جات في النصة هو جاء بلها وض والمزر وبعدها where اللي هو الماضي البسيط طيب مش I بتاخد وض قلنا ليه I where لان طبعا احنا ممكن I تاخد where لو في حالات الايه التخيل او الافتراض ممكن معي بسي غير تخيل افتراض I بتاخد وض على طول ماشي طيب فيه برضو معلومات اضافية عن اف ان نفي اف ازا مش شافين كده نفي اف اللي هي انلس نفي اف انلس يعني انلس معناه اذا لم او لو لم برضو نفس حالات اف انلس يعني اذا لم تكتاز الانترفيو مش هتحصل على الوظيفة و اف بقى فيه السؤال what would you do if you see a bank robber what would you do ده في حالة السؤال طبعا بعدين بوطه وقابلها وود وبعدها سي والمصدر سو سو لان بعدها ماضي طيب نشوف هنا حباب الاكسرسيز كده تيجي ازاي عايزين لو انت اذا كنت بجد هتجيب الدرجة النهائية دي بقى شافين بعد استادي مدرعة بسيط طبعا هنستخدم ايه طبعا هي دي الحالة الاستادي وعندك والمصدر فاقوم المعنى هنقول لو انت اذا كنت بجد هتجيب الدرجة النهائية يبقى الرابط بتاعنا طبعا وفيه ويل كمان والمصدر يبقى الرابط دوات اف بالمعنى وكمان بالتركيبة اف مدرعة بسيط ولو مصدر وملاء ملاء مال المعنى طبعا الجملة التانية يعني لو معي فلوس كتير كنت اشتريت تجرر حديث طبعا في جواب الشرط في وود والمصدر وود والمصدر يبقى طبعا هتبقى الحالة كم من اف حبيبي برافو الحالة التانية فعشان كيرا جبنا هاد طب اخر طيب دي حالة كان بقى طبعا في اف او ما تشوف اف لازم بتحدد الحالة طبعا ويل والمصدر تبقى طبعا اف يجي بعدها ده حالة اولى يبقى الحالة اولى يبقى مدارع بسيط يبقى نختار يبقى اف اي براكس الوت اي ويل بكام ريلي جود اتبلي هندبول لانا حالة اولى يعني هتعمل ايه لو انت شفت طبعا حبيبي حبيبي العزاء احنا جينا لاخرى الحلقة اتمنى انتو تكونوا ساعدتوا معايا واستفدتوا وان شاء الله في حلقة مراجعة جاية المراجعة ان شاء الله تابعوني كماكم مستر محمد الفرارجي من القنوات التعليمية التلفزيون المصري سو ستي تيوند تابعوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته